السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي هذا الفيديو سوف نرى مميزات وعيوب جهاز الريدمي نوت 8 2021 طبعا بدأ استخدام تقنبا لمدة أسبوع استطعت أن أكون فكرة عن هذا الجهاز وانفعلا أنصح بي أممونك بدأ الأفضل في نفس السعر الجهاز بدأ يتوفر في دول مثل مصر بدأ علي الطلب المسبق بسعر 2600 جنيه مصري نسخة 64 مع أيضا سماعة هدية وضع ممتاز الجهاز أيضا نزل في دول مثل المغرب بسعر 1600 درام وضع نسخة 64 وكذلك الجهاز نزل في دول مثل الإمارات بسعر تقريبا 500 درام إماراتي صراحة يعني أرى أسعار جيدة بنسبة لها داء لاتف وأقل أيضا من النسخة السابقة لكن يبقى السؤال عن فعلا هناك تطوير وفعلا الجهاز يستحق هذا ما سوف نرى في هذا الفيديو طبعا أكمل الفيديو إلى أخير سأتضغط على زر اللايك يدعم الفيديو يصل إليك بعض الناس الشيء كذلك مشرك وهم شيء قم بتفعيل خاصية أجرس يسر كإشارة كل الفيديوهات القادمة أول بأول وبدو أن يكون كلام كثير هيا بنا نبدأ ونبدأ بأول شيء كالعادة وهو التصميم وكذلك جوزة تصنيعونه طبعا لا يوجد أي اختلاف بين تصميم الجهاز وبين النسخة السابقة أو النسخة الأولى من جهاز الردمين والثمانية مثلا ذلك نفس التصميم وحتى أنا ونفس الخامات ونفس حتى الألوان ما زال لديك شكل الكاميرات الطولة كذلك الفلاش وكذلك ما زال لديك مستشار البصمة موجود في الجهاز الخلفية وما زال لديك جوزة تصنيع صراحة ما زالت يعني ممساز جدا لحد اليوم لديك الضارمي الأزجاج وهذا أمر خرافي جدا بالنسبة لها هذا السعر فعلا خامته جدا جدا محترمة أيضا الإطار يأتي من البلاستيك كذلك منفذ إضافة شريحتين وكذلك الذاكرة خارجية في نفس الوقت أي أنك لن تضل لإستغناء عن الذاكرة الخارجية عندما تقوم باستخدام الشريحتين أيضا إذا كنت تسأل فلاتف أيضا يحمل لمبط إشعارات وهذا أمر ممتاز وهذه من الشركات تهمل هذا الأمر فعمومة نقطة أطميم صراحة هنا ممتاز جدا ولا تجد مع أي مشاكل لنتقل الآن إلى العيوب الخاصة بأطميم وطبعا العيب الواضح جدا وبكنت أكيد بوروس الكاميرات فهنا بوروس الكاميرات هنا يعني واضح وكبير لكن يمكنك الحل باستخدام الكوفر الموجود في العلبة وهذا أمر ضروري كي تحمي بوروس الكاميرات وكذلك كي تحمي الضار الخاص بها الجهاز من الخدوش وكذلك من الصدمات بما أن الجهاز أو ضار الجهاز يأتي من الزجاج انتقل الآن إلى أهم شيء وبكنت أكيد الشاشة هنا الشاشة تأتي بحجم صغير نوعا ما 6.3 إنش بذيقة الفول إتش دي بلاس وهذا أمر ممتاز جدا بنسبة لهذا السعر ومن نوع IPS LCD مع كتفة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش وهي كتفة بيكسلات ممتاز جدا لن تلاحظ أي بيكسلات في الشاشة وكذلك لذيك نفس الحركة التي رأيناها أيضا في النسخة السابقة لذيك كم تشاهدون لون أزرق يحيط الحواف الخاصة بالجهاز صراحة تعطينا شكل جدا جدا جميل وإيضا ما زالت لذيك النوتش التي رأيناها على الإصدار السابق يعني ما زالت لذيك نفس الشاشة الموجودة في الإصدار السابق كنت تتمنى صراحة أن نرى التقبؤ الخاص بها الكاميرا الأمامية فقط يعني كنت تتمنى أن نرى تغيير عن الإصدار السابق لكن ما زال لدينا نفس الشكل فعوما يعني نقطة الشاشة صراحة يعني ما زالت ممتازة ومقبولة جدا بنسبة للسعر نتقل الآن إلى الأداء والبروستور وهنا يوجد التطوير عن النسخة السابقة لذينا هنا معالج من مياداتك هو الهيليو جي 85 والمعالج هنا بدقة تصنيع 12 نم وتردد حتى 2 كهرز وكذلك الجهاز يأتي مع نسختين من الذاكرة والتخزين لذيك النسخة الأولى وهي النسخة الأصغر مع عرم 4 جيجا بايت مساعة داخلية 64 ونسخة الآلة تأتي مع عرم 4 جيجا بايت مساعة داخلية 128 وكما قلنا قابلة التوسعة وكذلك الذك الـ MIUI 12.5 تأتي مع الجهاز أول ما سوف تخرجه من العلبة سوف تجد الواجهة الجديدة وصراحة الممتاز أنا رأى في مثل هذه الهواتف هاتف فيها في اقتصادها أن نحمل هذه الواجهة وصراحة مع استخدامي للجهاز يوتيوب، انستغرام، فيسبوك كل هذه الأشياء صراحة لم أجد أي مشاكل مع الجهاز لحد الآن فعلاً يعني المعالج وكذلك الواجهة يعطيان أداء قوي وسلس ولا ننسى أهم شيء بكل تأكيد تجربة الألعاب أو الجيمينج على هذا الجهاز بما أن هذا المعالج أصلاً مواجهة لأشاق الألعاب وسوف يعطيك أداء قوي في فيها السعرية اقتصادية جداً فهنا الجهاز استطاع أن يقوم بتشغيل لعبات بوب جي على سمود وكذلك أولترا فرمريت وسوف يعطيك ما يعادي الأربعون إطار وكذلك على بلانسة وأيضاً ما زالت لديك الأربعون إطار مع أولترا فرمريت وعلى أعلى إدادات سوف يعطيك إتش دي وكذلك هاي أي ما يقارب الثلاثون إطار فيها الثانية فعمل أداء الجهاز كما قلنا يعني في الفيديو السابق إذا لم ترى تجربت الألعاب أو تجربت لعبات بوب جي طبعاً قمنا بفيديوهين تجربت بوب جي وكذلك تجربت للعبات فري فاير طبعاً إذا كنت مهتم فطبعاً الفيديوهات موجودة فيها القناة فهنا الجهاز في أغلب الأحيان أو في كل الأحيان تقريباً سوف يعطيك أربعون إلى ثلاثة وأربعون تقريباً إطار فيها الثانية كما تشاهدون هذا هو معدل الإطارات طبعاً هنا وضعت الغرافيك على سموذ وكذلك أولترا إذا قمت بتالية الغرافيك إلى على شيء سوف يعطيك كما قلنا 30 إطار وكذلك على لعبات فري فاير على أقل إعدادات أعطانا 50 إلى 55 إطار فيها الثانية وكذلك على أهل الإعدادات أعطتنا هذه اللعبات تقريباً 30 إلى 35 إطار فيها الثانية فصراحة هذا ممتاز بالنسبة للسال وطبعاً الفيديوه سوف تجدوه في القناة أو سوف تجدوه في الآية التي سوف تظه لك الآن أما بالنسبة لأهم شيء هي البطاري في الأسف هنا نقطة ضعف موجودة فيها الجهاز ما زال لديك نفس حجم البطارية الأربعة ألاف من أمبير فطبعاً بما أننا أصبحنا نرى خمسة ألاف من أمبير فيها وطفة بنسبة لديها السيرة أو حتى ستة ألاف من أمبير فعمم أنصر هذه من نقطة العيب الموجودة فيها الجهاز أذلك أيضاً شان سريد 18 واط وكذلك موجود في العلبة وهذا أمر جداً ممتاز بالنسبة لديها الفياد السيرية نتقل الآن إلى الكاميرات هنا ما زالت لديك أربع كاميرات منها الخلف الكاميرات الأساسية ما زالت مع حساس 48 ميجابيكسل مع وفتاحها 2.8 لديك الكاميرات الثانية 8 ميجابيكسل مع وفتاحها 2.2 وهي أولترا ويد أو سوية عريضة لديك الكاميرتين أخيرتين كيلوما 2 ميجابيكسل الأولى لألازل وكذلك الثانية للمكرو فتقريباً لديك هنا فقط كاميرتين أما بالنسبة لتصوير الفيديو فالهاتف يستطيع تصوير الفيديو إلى غاية الفول اتش دي 30 إطار في الثانية وتصوير الفيديو مقبول جداً بنسبة لهذا السير أما بالنسبة للصور المتقطبة بهذا الجهاز كنت تشاهدون مدامة الإضاءة مرتفعة فالجهاز سوف يعطيك تفاصيل ألوان وكذلك ديناميك ريج ممتازة جداً أما بالنسبة لك الكاميرا الأولترا ويد فسوف تعطيك أيضاً ألوان ممتازة لكن طبعاً التفاصيل سوف تكون أقل وهذا أمر طبيعي جداً بنسبة لهذا السير أيضاً الصور الخاصة بالكاميرا الأمكرو أيضاً توجد فيها تفاصيل وأيضاً ممتازة لكن مدامة الإضاءة منخفضة فالأسف سوف تلاحظون في الصور وهذا أمر طبيعي بنسبة لهذا السير هذا أمر يعني ما زال طبيعي جداً وعادي جداً بنسبة لهذا السير نتقل الآن إلى الكاميرا الأمامية ويتأتي بديقة 13 ميجابيكسل موفدة عزة 2.7 وقادرة أيضاً على تصوير الفيديو إلى غاية الفل اتش دي تلاتون إطار في الثانية تماماً مثل الكاميرا الخلفية فعوماً جودة الصوير الخاصة بالكاميرا الأمامية ما زالت مقبولة جداً بالنسبة له السير فطبعاً إذا كنت يعني تبحث عن كاميرا السير في طبعاً مميزة في هذا السير فطبعاً أغلب الكاميرات جودتها يعني جيدة ومتواضعة نتقل الآن إلى الرأي في الجهاز فنبدأ أول شيء بالسعر فتقريباً نسخة الأربعة 64 في أغلب الدول تأتي بسعر 160 دولار ونسخة الأعلى الخاصة بالـ 128 كيجابايت فتأتي بسعر تقريباً 170 دولار كما قلنا السعر ممكن أن يختلف من بلد إلى بلد فصراحة أراد الجهاز سوف يقدم لك صراحة قيمة عالية جداً مقابل السعر سوف أعطيك شاشة ممتازة أداء ممتاز أداء كاميرات أيضاً مقبولة وممتاز جداً بالنسبة للسعر سوف أعطيك أيضاً جودة خمس كما قلنا هذا يكدر من الزجاج أي بوافقة كما قلنا بورز الكاميرات ممكن أن تحولها فقط بها الكوفر وإضاً البطاري صراحة أداءها ليس أفضل شيء مع هذا هذا كل شيء صراحة ممتاز في هذا الجهاز وسوف أعطيك قيمة عالية جداً مقابل السعر طبعاً هذا فقط لنسخة الأربعة وستون إذا كنت سوف تذهب إلى نسخة المائة وثمانية وعشرون فصراحة أنصعك أن تقوم بزيادة في السعر وتقوم بالصعود إلى الردمي النوت عشر العادي سوف أعطيك الشاشة أفضل وصوف أعطيك أداء بطاري أفضل وكذلك شعن سريع وأيضاً فعلاً سوف أعطيك مميزات أفضل من هذا الجهاز فإذا كنت تريد نسخة المائة وثمانية وعشرون فصراحة لا أصعك به أنصعك بالذهب إلى الردمي النوت عشر لكن نسخة الأربعة وستون ما زالت ممتاز جداً بالنسبة لأسال فعمل هذا كل مكان في هذا الفيديو وقلوا إلى كل أردكم ونفكركم في التعليقات ولا تساعداً الفيديو بيزارة اللايك اشتركوا في القناة ومشتركوا وقم بتفعيل خاصية الجرس نريد أن نصل إلى الـ 50 ألف مشترك في أقرب وقت واردكم في فيديو قادم السلام اشتركوا في القناة